في شأن مختلف وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستمرار عرض فيلم خورفكان والاحتفالات المصاحبة له طوال الأيام المقبلة لأهالي المدينة سواء من يملكون التذاكرة ومن لا يملكون ذلك لضمان مشاهدة جميع الأهالي للرائعة التاريخية كما أصدر سموه قرارا إداريا يقضي بإلحاق مدرج خورفكان بالإدارات المخصصة التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وأكد سعادة راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان لبرنامج الخط المباشر الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة أكد أن لديهم تعليمات بعدم رد أي شخص من الأهالي يذهب لمشاهدة الفيلم في مدرج خورفكان الجدير بالذكر أن فيلم خورفكان سيكون متوفرا بجميع دور السينما بالدولة دون استثناء اعتبارا من يوم الخميس المقبل مستفق أستطيع انه فعل قرارا من يوم الخورفكان